خلينا اقول لكم شهرات الاخبار لعندنا النهاردة بكرة هيبدأ مجلس امناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات بتاعته خذوا بالكم مجلس امناء الحوار الوطني ما قالش انه حيتابع تنفيذ الحكومة لتوصيات الرئيس الرئيس له توصياته للحكومة وتكلفاته ولكن ايضا الحوار الوطني له التوصيات وله توصيات اديمة تم رفعها وله توصيات جديدة علشان الحكومة فحيبدأ يتابع تنفيذ هذه التوصيات وحيبدأ يطلق مرحلة جديدة عاجلة من الحوار طب هذه المرحلة فيها ايه بصوا طبعا هو بيطالب بسرعة ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون وده اللي كنت طلبه وكنت تتحدثت فيه الحقيقة من عدة ايام ولكن هو عايز القانون مشروع القانون لمد الاشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد لان ده كان قرار بالاجماع من الحوار الوطني في المحور السياسي لو سمحت كلف القضاء المصري بالاشراف على اي انتخابات عامة احنا هنا بنتكلم ايضا على الانتخابات ايه انتخابات المحليات ثم والرئيس عبدالفتاح السيسي على فكرة لما الحوار الوطني طلع هذا المطلب وطالب بمشروع القانون ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل تويتا قال لهم اشكركم وشكر في هذه التوصية بالذات بعد ما طلعها الحوار الوطني حاجة تانية قالوا لو سمحت وابدأ نفس فورا توصيات المحور بتاع الحوار الاقتصادي خاصة سبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه الشعب المصري من تضخم وغلاء للأسعار ويجاهر بذلك ابدأ بقى نفس اللي هي ايه الخطط العاجلة وايضا مشروع قانون لانشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا هاما وضروريا في مجال حقوق الانسان لا يوجد تمييز بين المواطن المصري كويس ده بيان ضياء رشوان طبعا المنصق العام للحوار الوطني ده تصرحات بتاعته خدوا بالكم بقى بيكلم معهم على عدة اشياء ان مجلس الامناء هيبدأ بقى الاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار مثل تحديات عمل النقابات المهنية ده مهم ولكن بقى اللي انا واقف قدامه وده مهم جدا جدا تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي وقانون الاحزاب هدماعة يجب ان يعاد النظر في الحبس الاحتياطي نحتاج ان يعاد النظر في هذا وهذا مطلب لكل الاعزاب واعتقد لكل الخبراء يجب ان يتم هذا وبشكل سريع ثم العقوبات السالبة للحرية في قضاء النشر والابداع دعم الرياضة ومراكز الشباب والاندية الرياضية ده عدة اشياء وانا اضم وانا اضم اليها ايضا الحتة بتاعت الدعم العيني او النقدي اشتركوا في القناة